أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دور المجلس الأعلى للموانئ في تطوير الموانئ البحرية المصرية واقتراح ما من شأنه النهوض بهذا القطع المهم جاء ذلك خلال ترقص مدبولي للاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ بعد إعادة تشكيله وإشهد الاجتماع استعراد الدراسة التي تم إعدادها وتتعلق بتعديل تنظيم اختصاصات ومهام قطع النقل البحرية التي تستهدف دعم مسؤولياته لكون المنظم الرئيس لأنشطة النقل البحري المصري وطلب رئيس الوزراء الحضور بدراسة ما تم عرضه خلال الاجتماع بشأن تعديل تنظيم مهام قطاع النقل البحري ودعم مسؤولياته لافتا إلى أنه سوف يتم تلقي مختلف المقترحات والآراء المتعلقة بهذا الشأن